السلام عليكم. شوية حمص شام في الشتة ده. علش يعني الطريقة ده طلعه مش بتاعتي. طريقة دي متعت جدتي. بس حاجة هتعجبكو قوي. سهل بسيط منتنع. طعم ولا في الخيال. دف نفسك وتفرج عن الفيديو ده. يلا بنا. اول حاجة بجيب عندي بولا ونبدأ نحط فيها نصف كيلو من حمص شام الجميل حبوب الصغيرة الجميلة وننقعه في مياه. وكل شوية نغير عليه المياه اكتر من خمس مرات وياريت المياه تكون دافية شوية. بحس لو ما ياخدش وقت معاه. الموضوع ده بياخد ايه? ست سعب بالزبط. تلاقي الحباية فتحت معاك وبقت بالشكل لحضراتك كده شايفاك. بعد كده بقوم جايب حلة على النار ونحط فيها مياه سخنة. وبعد كده بقوم واخد الحمص اللي انا غسلته كويس جدا. وابدأ اللي انا اغليه غلواتين اتنين على النار كويس جدا. بعد ما بيغلي بيعمل ريم ابيض. تمام? بعد ما بيعمل الريم الابيض ده هوت لازم حضرتك اللي انا اشيله عشان فعلا احس بالطعم المصبوط. فاخد الحمص ده اقوم شايله. تمام? وابدأ اللي انا احطه عندي في حلة او في بولا. عشان هنبدأ نغسله. وبعد كده نبدأ نرجعه تاني في مياه سخنة نظيفة تاني. بعد ما جصلته قدام حضرتك اهوات. نبدأ نغليه تاني في مياه سخنة عادية جدا. واسيبه يغلي على النار. هكون جايب عندي خمس سماطمات بالزبط. جماعة يعني بلاشت حاجات كتير فيه. هو التماطم وكافة. مش بيحتاج حاجة تاني عشان فعلا نستمتع بالطعم الصح. والطوم ده اساسي طبعا. خمس فصوص طوم مع شوية ملح كده حلوين. نبدأ ندقهم عندنا في الهون لحد ما نعمهم كويس جدا. بعد ما نعمناهم كويس زي ما حضرتك ده شايفين بقوم فتح عند الحلة. والحمص بيغلي وما عملش ريم ابيض ولا اي حاجة. ونتشوف وزا كان استوى لأ. دخل اهوات في عمليات التسوية. كده بقى تمام يا ساعات تلباش نقوم واخدين عندنا عصير الطماطم اللي احنا ضربين عندنا في الخلاط مع شوات ما صغارين. ونبدأ اللي احنا ايه نقلبهم ونشبهم يغلوا على النار غلوة محترمة. على فكرة ما مدور بياخدش خمسة وتلاتين دقيقة على النار ربعين دقيقة بكتير قوي. ابدأ اللي انا اقلب كويس جدا. وبعد كده نقوم حطين عندنا التوم اللي احنا فرمينه كويس. ونقوم ايه سايبينها هتغلي حوالي برضو لعشر دقيقة كده ولا حاجة. بعد عشر دقيقة قوم حطت عندي شوية الملح المزبطين اللي انا حطهم في الاخر عشان عملية التسوية ما يعطلش عملية التسوية عندي. بجيب عندي بولا صغيرة كده او اي بولات صغيرة كده وقوم حط فيها شوية سوز ده. وقوم حطت فيها الكمون. ما بحطش الكمون عشان ما يمرنش الحمص. وبعد كده قوم بقلب شوية دول واقوم سايبهم في جم. ده شوية ايه عصارة كمون كده مركز. احط شوية تانيين وبولا تانية. وابدأ اللي انا حط فيهم الشطة الحلوة الجميلة الحريفة متاعتنا. وحطوهم في جم. كده باشا استوى معايا الحمص وبقى تمام التمام. نجيب عندنا قدرة الفول المحترمة عشان نعمل جو كده حلو وجميل. لهم حطين فيها الحمص الجميل ده. واقوم جايب عند الكوبات متاعت الحمص. ونبدأ اللي عم عندنا احلى شوية حمص في الدنيا. فين الكمون يا عمي حمق? دي الكمون اهو. بعد ما حطو نص الليمونية الاساسي طبعا. واحط شوية شطة مع شوية كمون ونقدمها بالهنة والشفة. يا رب ان شاء الله اللي وصلت لقوا اعجابكو. كله يدف نفسه. شكو على خير. واصفة مشاكلفك خمستاشر الجنية. السلام عليكم. اشتركوا في القناة.